السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة للجميع اليوم سأعرض لكم تقربة الأخ نبيل الصبحي من ولاية بركة وهي عبارة عن عملية الترقيد الجماعي الأرضي لشجرة التين التي بها الكثير من الأغصان وقام هو أولا بعملية إزالة اللحاء لبعض الأغصان التي رغب بالترقيد الأرضي لها ثم وضع جل شجرة الأوليفيرا في مناطق القطع ثم قام بعملية وضع خليط ما بين الكومبوست والبيتموست ثم لف المنطقة عن طريق قطعة بولاستيكية كما بدأت قبل قليل أمامكم وقام بعملية الريل للمنطقة هذه أو لهذه التربة لمدة ثلاثة أيام بالغمر ثم واصل ذلك عبارة عن عملية فقط تقطير لمدة قد تجاوز شهر ونصف تقريبا ها هو الآن يقوم بعملية قطع الأغصان التي رغب ترقيد الأرضي لها وانظر ما شاء الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد على نسبة التجذير الموجودة في هذه الغصن هذا أحد الغصان الذي رغب الأخ نبيل في ترقيد الأرضي لها طبعا هذه الطريقة لا تنفع إلا في الأشجار التي بها الكثير من الأغصان التي نمت من سطح الأرض انظر ما شاء الله على الأغصان ونسبة التجذير عالية جدا وهو الآن يقوم بعملية قطع للأغصان التي قام بالترقيد الأرضي لها الحمد لله رب العالمين هذه الطريقة تنقح في جميع أيام السنة سواء كان في عز الصيف أو في عز الشتاء الآن يقوم بعملية غصل فقط لتوضيح نسبة التجذير الموجودة في هذه الأغصان اللهم صلي وسلم نسبة تجذير ممتازة جدا جدا على ما يبدو الآن أمامكم عدد الأغصان طبعا وترقيدات الأرضية كبير والأخ نبيل طبعا أي غصن أيضا آخر ليس به تجذير سيستفيد به في عملية التعقيل بالنسبة لهذه الشجرة المباركة اللهم صلي وسلم طريقة ناجحة وسهلة للأشجار التي تمتلك أكثر من غصن وأيضا نسبة نجاح مئة بالمئة بمشيئة الله سبحانه وتعالى الأخ نبيل سيقوم بعملية الآن غصن للمنطقة حتى تتضح أن الأخ نبيل لم يقم بعملية ترقيد أرضي لجميع الأغصان لا أبقى على تقريبا ثلاثة أغصان رئيسية وستعاود الأغصان المقطوعة إن شاء الله بالنمو وسيقوم بعملية يستطيع أن يقوم بعملية نفسها بعد نمو الأغصان تقريبا دعنا نقول بعد ثلاثة أشهر يستطيع أن يعيد مرة أخرى نفس التقربة لنفس الشجرة الأخ نبيل الآن يقوم بإعداد أصيص كبير وهو عبارة عن نصف تقريبا هذا البرميل البلاستيكي الذي قام أولا بعملية تثقيبه من الأسفل ثم قام بعملية خلطة تربة رملية مع التربة الطينية مع قليل من السماد والبيتموس والكومبوست ويقوم الآن بوضع الغصن المرقد أرضيا في هذا الأصيص الكبير ولكن قام أولا بعملية التقليل من المجموع الخضري حتى يتناسب المجموع الخضري مع المجموع القذري وكذلك كعملية تنشيط لهذا الغصن للنمو إن شاء الله السريع وأخيرا عزائي المشاهدين نتقدم بالشكر الجزيل للأخ نبيل الصبحي